سماحت آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم أصبح محاصرا في منزله منذ عام ونص تقريبا وما يزال محاصرا لا يحصل على التطبيب والعناية الصحية إلا عندما تسوء حالته جدا ويقترب من حافة الوفاة أجريت له عملية جراحية مؤخرا ولكن وضعه الصحي ليس على ما يرام فهذا الحصار يؤثر عليه نفسيا وجسديا مع أن معنوياته عالية يعني من زاره مؤخرا قال أن معنويات سماحت الشيخ عالية ليس فقط معنوياته عالية بل أن إيمانه بحتمية النصر أيضا قوي وثابت أنه يرى أن النصر قريب ويراه رأي العين يعني معنوياته عالية وأمله في النصر كبير وتوكله على الله شديد وإيمانه وثقته بشعبه أيضا متين وثابت وراسخ أما وضعه الصحي فهو كما هم بقية الرموز أستاذ حسن الشيمع أستاذ عبد الوهاب بقية الرموز المعتقلون نبي الرجب كلهم يعانون من أمراض سيئة ولا يحصلون على العناية التي يحتاجونها وهناك محاولة من النظام لكسر معنوياتهم أو حتى تجفعهم نحو الوفاة النظام يريد لهؤلاء أن ينتهوا طبعا هو واهم إذا اعتقد أن وفاة هؤلاء سينهل المشكلة لأن هناك أرحاما للنساء تلد الأبطال باستمرار ولا يتوقف سيل الأبطال الذين يخوجون من الأرحام ويخوضون حرب الوجود مع النظام بأساليبهم السلبية التي هزمت النظام الذي يستخدم الإرهاب بشكل متواصل وبالتالي فأن سماحة الشيخ ووجوده سيظل وجودا معنويا ورمزيا وسيظل رمزا للوطن ورمزا للشعب ورمزا للحرية ورمزا للدولة الحديثة والعمل الدستوري